وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدت بميناء عنابة لتقديم حصيلة نشاطات المؤسسة منذ بداية السنة لغاية شهر سبتمبر والتي أكد من خلالها الرئيس المدير العام لميناء عنابة أن الميناء سجل فارق إيجابي يقدر ب145% في مجال الصادرات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية أين تم تصدير أزيد من 4.3 مليون طن إلى غاية 30 سبتمبر الفارق ميكروفون عبد الناصر قلال الترافيق الغلوبال في ميناء عنابة وصلنا إلى 4.325 طن مقارنة مع العام 2020 للصادرات الكلينكار والحمد لله وصلنا إلى مليون فاصل 300 ألف طن وهذا الشيء هو إعطاء كل السبل وكل الإمكانيات للصادرات هذا وقد سهم ميناء عنابة في تصدير أزيد من مئة حاوية من زيت المائدة إلى الدولة ليبيا على أن تصدر في الأيام القادمة أربعون حاوية أخرى ميكروفون عبد الناصر قلال ثانية تم من قبل بتصدير مئة حاوية والآن سيكون تصدير أربعين حاوية من الزيت إلى ليبيا وهناك إن شاء الله صادرات أخرى سيكون في نفس المنوال إن شاء الله سيكون في العام المقبل استقبال هذا الشيب لعودر سيكون في 18 ألف طن الشيب الأكزاكت 18 ألف طن أما بخصوص المحطة البحرية الجديدة التي انتهت بها الأشغال أكد رئيس المدير العام لميناء عنابة أنه فور الانتهاء من عملية التجهيزات والمعدات فإن المحطة ستستلم ليعود النشاط لميناء عنابة نهاية لحظة النشاط المعيزات والمحطة العام المعينة أنه متشج fighters في المنظمة والمقبلة ويضاء من المستقبال التجهيزات والمجموع ومن ثلاثة المعارسة سيكون قد اشاء الله